أثبتت مجموعة من الدراسات أن إشراك الأطفال في المهام المنزلية تزيد من الوظيفة الإدراكية لديهم وقدرتهم على تحمل المسؤولية والاعتماد على النفس إذا جعل الأطفال يقومون ببعض الأعمال المنزلية الروتينية يعد أمرا جيدا جدا وكلما حدث ذلك في سن مبكرة ابتداء من ثلاث إلى إربعة سنوات كان تأثيره أفضل على الطفل عندما يتعلق الأمر بجعل الأطفال يقومون بالأعمال المنزلية فإن أهم شيء هو الاتفاق معه وشرح طريقة إنجاز المهمات البسيطة أفضل طريقة للقيام بذلك هي من خلال إشراكه على وضع مجموعة من القواعد التعاون هو السر يمكنك شرح لطفلك طريقة القيام ببعض الأعمال المنزلية البسيطة وتشاركه في المرات القليلة الأولى إلى أن يعتذوا على تنفيذها بأنفسهم دون الحاجة إلى المساعدة من المرجح أن يكون الأطفال سعداء بالمهام المشتركة التقدير هذه طريقة استراتيجية أخرى يمكن للوالدين تجربتها للحصول على بعض المساعدة من أطفالهم هناك أوقات يكون فيها الأطفال متعبين ويحتاجون إلى بعض الاستراحة إذا كان الوالدين موجودين لمساعدة الأطفال في الأعمال المنزلية فسوف يلاحظون أنهم يحرزون تقدما ملحوظا ومن المرجح أن يقدروا كل المساعدة التي يحصلون عليها من المهم الحفاظ على موقف إيجابي يعد التقدير أمرا رائعا لتحفيز الطفل على الأداء بشكل أفضل قد تكون الأعمال المنزلية صعبة في بعض الأحيان لهذا السبب من المهم محاولة الاستمتاع أثناء القيام بها وتشجيع الأطفال على المساعدة هناك الكثير من الألعاب التي يمكنك لعبها لتعليم أطفالك المهارات الأساسية التي ستكون مفيدة في حياتهم المستقبلية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر